النهاردة يعني الحمد لله لأول مرة القطاع الخاص مع الحكومة بيشتغلوا كفريق واحد متضامن بحيث إن شاء الله نستطيع أن نواجه التحديين اللي مصر بتواجههم التحدي الأول هو التضخم والتحدي الثاني هو خلق فرص العمل وأعتقد إن التحديين دول هما أكبر حاجة يعني بتمس تحسين مستوى معيشة المواطن تدينا بالتحدي الأول ويمكن برعاية دولة رئيس الوزراء في اجتماعات مكسفة خلال يمكن الأسابيع الماضية أصمرت على نوع من موجهة مشكلات كانت بتسبب هذا التضخم وعلى الفور دولته وأصحاب معالي الوزراء المعنيين الحقيقة اتخذوا القرارات وكانت البداية إن زي ما دولته تفضل وقال دلوقت إن السبع سلع أو سبع مجموعات السلع اللي تفضل دولته بذكرها إن حيحصل فيها نوع من التغفضات حتى 25% لبعض السلع وفقا للمكون الأجنبي في السلع المذكورة مرة تانية إن شاء الله التعاون حيستمر وإن شاء الله هنجتهد مع بعض إن احنا نواجه التحديين دول بمراحل معينة وفقا لأليات السوق وإذا أزلي دولة الرئيس من إن النهاردة أتقدم بالشوق للقطاع الخاص المصري اللي مشترك معنا بإحساس وطني يشكر عليه والحقيقة التاريخ كله بيقول إن القطاع الخاص في الأزمات أبدا بيعمل لصالح مصلحة مصرنا الحبيب